السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله هو فيديو تاني ايام الحضر الصحي هنا يا فرنسا ان شاء الله تكونوا كاملين مزيانين في صحة جيدة ونبقى في دارنا ما نخرجوش نضحيوش ونصبروشو ما عندنا احتشي اختيار من غير هذا الى بغينا ان شاء الله تزعد المرحلة هذي بخير على خير وما يكونوش الضحايا بزاف فاليوم كيف ما كتشوفو انا البارح في الليل في الحقيقة مجمعة شدار خليت عكدك مرونة صافي نهار كله دو وزديو في الكزينة في الليل عيد قلت حسن الصباح وغادي نجمع ان شاء الله فكيف ما كتشوفو الدنيا راها مقلوبة ولكن ما عليش احنا دبا عندنا الوقت ممكن اننا نديرو نكملو الشغال كاملة يعني ما مورانا حتى شي حاجة الوليدات راهم في الدار ما كيمشيوش ندراسة يعني وخانت عطلوش فيها ماشي مشكل اليوم ان شاء الله قلت غادي نجمع هاد البالكون هادا غادي نقدو باش حك ديال ابغينا حتى نطل يعني نخرجو انكليسوش شمش شوية نقدرو دبا يعني ما كيكون هاد الفصل ليل الشتاء كيكون البرد بزاف هاداك البالكون ما كنخرجلوش كيواللي في حال يعني حاجة اللي ما كنحتاجاش كنحطة بما فاليوم ان شاء الله غادي نخوي هاداك البالكون وغادي نقدو ولكن طبعا اول حاجة غادي نوجد القهوة ديالي كيف ما كتشوف وراه يعطال الله ميدار يعني البوطة والبركت القهوة وكلش اي حاجة كنشوف فيها كنقول يعني محتاجة اي حاجة غا نشوف فيها يعني راكين ميدار كيف ما كنقوله كيف ما كنتك تقول لنا ماما بني كلنا صغار ديرو غا شغل ديالدار ما تساليوش النهار كامل مهم كيف ما قلتكم عطال الله ميدار الواحد غير يقرر في الصباح هكذا منين ينوض شنو غادي يعمل اليومه باش في الاخر ديالنهار يعني يكون حقق شي حاجة مش يدوز النهار هكذاك منواله فاول حاجة غادي نجمع الدار شوية غادي نقد البيت هنسح هكذا شوية ديال الغبراند والسبيراتور نجفف المهم علاقة اللي قد ديت عليه اليومه غادي نوجد واحد الاشاء اللي ساهل 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 ما فيش طياب ان شاء الله غادي نوريه لكم في اخر الفيديو ولكن اهم حاجة هي بغيت يعني نقد هذك البالكون لان كيف ما قلت الكمرة ما كنلا خروج لدخول هو البلاسة الوحيدة اللي ممكن انجلسوا فيها في حالك دا يعني نبيت له شوية من الدار 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 اول حاجة غادي نشرب القهيوه ديالي انا كنوريكم لك شي على الطبيعة يعني كيف نقول لكم رمج ما تحت شي حاجة البارح في الليل اه وخاءناك يعجبناك دا نبيت الكوزينة مقاددة باش في الصباح يعني كيتبالي الدنيا شوية انقية ولكن ماشي مشكل اه مرة مرة ماشي مشكل فغا نشرب القهيوه ديالي غنتفرش شوية في اليوتوب وغننوض ان شاء الله باش ننقاد هذك البالكون فغادي نبدأ ان شاء الله اليوم ديالي اول حاجة غا نعمله غا نخوي هذ البالكون هاد من اي حاجة ما كنستعملش هذك الباربيكيو غادي نحيده هذك اللي تعجيغته هو غادي نحيده غيره كي ياخدوا بلاسة اكتف البالكون خصة ان ما كنستعملوهمش اه وغا نخلي غير الطابلات في انجلسوا والغرس وشي ديك وراتها كده خفيفة طبعا انا حاولت نمسح الغبراء ومسحت امسحت هذك البلاصة اللي كنعلقه في هذك السليلات حيث شحالي الغبراء والتراب الى اخيري وش طبط ولا اخذ الحيث هذا يعني وكرهت ان انا نصبغوش ينهار وخاق بالما يوقع هاتشي كنت كان قول غنش ريسبا غنسبا ولكن ما كتبش لذلك الانسان اي لا بغي يصوبش حاجة عمر ريخ عليه الحاجة تلغدى اي لا بغي يصوبش حاجة يقول بسم الله ويصوبها ما عرفناش وش غادي يبقى غا يبقى ان الفرصة غدى وش نصوبها ولا لا مهم انا صوبت هذ البالكون ديالي وقضيتو وهكذا يعني هذا هو الحال ديالي ودابا بعدا اذا بغيت نشرب غير شي قهيو ولا بغي ننجلسه ولقاع ان تعشو هنا ما كرهت نشري هذك هذك الخشب اللي كيكون طويل كيتجمع وكيتحل باش هكذا يلا بغي ننجلسه هنا حيث احنا مقابلين هكذا مع الجيران اه ايني نجلسه بالراحة يعني ما نزعجه حتى واحد وما يزعج نحتاجه واحد فهذا هو البروجيت دياليومة يعني عملت شي حاجة مفيدة وبالنسبة اللي عشا العشا دياليومة كيف ما قلتلكم راه بسيط جدا ما غادي نطيب حتى شي حاجة جبت الطون وهذ الخبز هذته كان عندي شريته كنت شريته شحال هذي شحال هذي تكون دبا شي سيمانة طبعا ممكن تصاوبوه في الدار وغا نستعمل الطون وغا نستعمل شوية ديال الدرا واحد ما ايش حبات ديال مطيشة وتقريبا 4 حبات ديال البصلة الكورنيشون شوية ديال الزيتون والمايونيز بالنسبة للناس اللي ما غاوش يستعملوا المايونيز او ما عندكمش ممكن استعملوا الفينيجرد صوص الفينيجرد يعني الخل الملحة الخل الملحة الزيت وصعفي هذا هو الفينيجرد ونخلطوهم مزيان ونعملوهم مع هاد الشلاده هاد الشيط الخاصي لعندكم انا ما عنديش وصعفي بالنسبة للخبز غا ندخلو الفرن صغير يسخون شوية وغا نده افتح دير هاد السلطة هذي او هاد صندويتشات ديال الطون اول حاجة غادي نعمل الطون اننا استعمل ثلاثة ديال القولب بالنسبة للطون هنا يهي فرنصة راما غاليش بزاف حل مغرب غالي فغا نعمل ثلاثة ديال القولب انتم من طبعا في المغرب راكين الخدرة ديرو غير باكية ديال الطون وكتروا الخدرة ممكن استعملو الخص ممكن استعملو الطماطم الخص الخيار عفوه يعني كتروا من الخضراء ونقصوا من الطن غنضيف الكورنشون اللي قطعتوا قطع صغيرة او ايضا الزيتون اللي قطعتوا حتى هو هكذا صغير وواحد الربع حباء ديال البصلة انقطعتها هي هكذا صغيرة وغادي نزيدها من بعد غادي نضيف المايونيز تقريبا واحدة جيش معلقة كبار غنضيف الضراء ايضا بالنسبة لهذا الكيميا هذي را اربعا ديال الناس وخاجج وليدات راهم تبارك الله كبار يعني ماشي وليدات صغار راهم سن المراهقة فهذا الكيميا هذي غا تعملي تقريبا عشرة ديال صندويتشات هنخلي منهم ماشي كلهم غنأكلهم طبعا هنخلي منهم باش غنعطي الزوج ديالي يدي معاه الخدمة صندويتش الخدمة لانه باقي خدام احنا عارفين بساف ديال الناس باقي خدامين ما قلسوش وخل حضر الصحي لاننا كنحتاجوهم يعني كنحتاجو الخدمات ديالهم منهم الأطباء والممردين الناس اللي خدامين في لكي صوقوا الكاميونات بش كي وصلوا للمحلات الى آخره فان هاد المينبار هادا كنشكروهم وكانتعرفو لهم بالجميل ديالهم بخير وان شاء الله تزهد الازمة هادي وتزهد الحضر هادا بسلام وترجع الامور ديالها رجع الامور للطبيعة ديالها ان شاء الله فهنايا غاد نصوب صندويتشات ديالي وغنقلي شوية ديال الفريت وخا انا يعني عارفة ان الفريت ماشي مزيان ولكن بما انهم كينين للوليدات فما عافتش كان حس باني لكان الفريت هكتا فليشة كجي شوية سبيسيال اولا شوية يعني احسن من هكتا صندويتشة كتا حرفي كيف ما كنقولو هنا غن نضيف شوية ديال ماتيشة يعني جوج حبات ديال ماتيشة قطعتهم هكتا كي يجبوهم ياكلوهم هكتا فغنحطهم وايضا غنعطهم نص بنانا للله ياكلوها ايلا ما بغاش ياكلوها غنعملهم نردهم نمنهم في المجميد نضربهم شي عاصر ولا شي حاجة غنعمل شوية ديال طبعا بالنسبة لهذه السلاطة غنضيفو شوية ديال الملحة من كتروش وهذا هو العشا ديالنا ديال اليوم ساهل يعني ضغياء كيوجد ما فيه لا طياب لا سترس لا تمارا لا حتى شي حاجة يعني هكتا بنسبة الناس اللي باقي يتقداو كان نصحكم انكم تشريوا المعلبات والاشياء المجمدة مدى وخاها يعني احنا ماشي هي الحاجة احسن اختيار هو نشري الحاجة الطرية ولكن ده ما بقاش بزا في الخروج ودخل وايضا نسلكي والسلوء الخضار والفواكه للمحلات تجارية وما بقاش خدامين بزا في المحلات يعني غنلاحظوا نقص في المحلات فشريوا هكتا المواد المعلبة والمواد المجمدة ما فيها بس هادي غير مرحلة ان شاء الله وددوس باش الاجدت هكتا شي نهار ما فيك مات طيب ما نقدروش نمشي هناك لوف الزنقة طبعا ما غادش نقدرو نكمونديوش كان المحلات اللي كان هاد البلاسة اللي فيها انا ما فيهاش ممكنش تكون يعني فيلاش صغير ممكنش نكموندي شي حاجة وتجيلي هنا يا فنخلوا هاد الابسيون هادي او هاد الباب مفتوح إلا بغينا نوجدوا شي حاجات سريعة ممكن وان شاء الله يدوز هاد الوقت هادا بسلام ونخرجوا هاد الازمة هادي باقل عدد من الضحايا واقل عدد من الخسائر نعملو اللي يعني نبقوا فدرنا ما نخرجوش نغسلو يدنا نعقمو ديورنا نعقمو الطنوبيلات الاشي واحد خرج للزنقة ورجع يديريك تيمشي يخدوش يبدل حويجو مش هاكده نقللو من النسبة اننا يعني ان مرضو الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ يعني يتشيرها كاين وللأسف كاينين حالات كتوقع هاكدغير اسوأ حاجة هي ان هاتشي كيوقع بسبب الاهمال بسبب اننا كنقولو معليش 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 هتا كنصدقو في شي حاجة يعني في نتائج كنحسب يعني كن كن عادي وشي ناس ولا شي ناس كي عاديونا ومع ان هاتشي ممكن نتفاداوها فنقومو بالواجب دينا وايضا نتذكرو يعني نصبرو في سبيل الله نصبرو من اجل الاجر وهدي ازمة ان شاء الله وغادي يدوز ونكترو من الاستغفار والدعاء ونصليو في الوقت ونصومو وندعيو مع المسلمين وندعيو مع العالم كلو وان شاء الله يدوز هاتشي بخير ولا خير نقول لكم شهية طيبة وبقاو بصحة جيدة بقاو في ديوركم ما تخرجوش ان شاء الله نتلقاو في الفيديو القادم السلام عليكم